بشرفنا الآن الزميل العزيز محمد الباز لتحليل أرقام مباراة اليوم السلام الخير يا محمد السلام الخير يا كابتن عيمن نهارد لك يعني احنا متفقين ان الأرقام مهما كانت الأرقام الفنية بتاعة المباراة إيجابية الخسارة في حد ذاتها خسارة السلاس نقاط أو التعادل بالنسبة للنادي الأهلي بالنسبة لنا يعني بتنفي كل هذه الأرقام يعني عايزين نقول ان استقبلنا 13 هدف في آخر في 11 مباراة زي ما حضرتكم وصفتم بالزبط وهنا ده جرس انذار يعني في ثلاث مباراة بس يعني 8 أهداف أو أكثر فلازم نشتغل على النقاط الدفاعية اللي حضرتكم شرحتوها نحسن فيها الفترة الجاية الستي بيخسر ليفربول بيخسر كلهم بيتعصروا ولكن الدوري لسه مشوار طويل فوز النهار ده زي مالك كنا بنقول قبل اللقاية كابتن أيمن إن في آخر عشر مواجهات في الدوري هو كانت فوز وحيد للزمالك أن تفوق للأهلي وده طبيعي في كرة القدم مكسب وخسارة طيب احنا بالنسبة لأرقام المباراة سريعا هممكن نستعرض أرقام المباراة النهاردة مع بعض ونشوف أهم النقاط الفنية يعني بتعكس كل التحليل الفني اللي حضرتكم قلتوه المباراة نتهت طبعا 2-1 استحواز 56% للنادي الأهلي 44% للنادي الزمالك عايز أقول لحضرتك في الشوط الثاني فقط كان 65% للنادي الأهلي مقابل 35% للزمالك 11 خطأ مقابل 9 ضد الزمالك ركنيات 5 للنادي الأهلي وركنية وحيدة للزمالك عايز أقول لحضرتك برضو الخمس ركنيات كن كلهم في الشوط الثاني وركنية النادي الزمالك كانت ركنية وحيدة في الشوط الأول بالنسبة للتسلل 2 وقع فيهم النادي الاهلي ضد 3 طبعا وقع فيهم الزمالك نكمل الأرقام نشوف محاولات تمت محاولات النهاردة للنادي الاهلي من يوم 2 على الـ 3 خشبات 9 للزمالك من يوم 5 على الـ 3 خشبات فرص نهاردة الاهلي 7 فرص مقابل 5 فرص للنادي الزمالك الـ XG نهاردة من الفرص أنا عايزة أوف بس عند الفرص هنا دي الفرص اللي تم خلقها بالفعل ولكن احنا عندنا بعض الحالات ممكن نستعرضها بعد الأرقامة كابتن أيمن بتوضح بقى أن الأهلي كان ممكن نلعب الكورة بشكل أفضل كانت هنخلق فرص أكثر وخطورة أكثر وكان ممكن نحصل منها أهداف يعني كان معدل الفرص التي لم تكتمل لصناعة الفرصة ممكن نحط سبعة كمان فوق السبعة دول الأهداف طبعا الـ XG واحد للنادي الأهلي كان ممكن نحرز هدف وده حصل فيه أهداف كتيرة جدا ضعت بالنسبة للزمال كهدفين التمريرات الصحيحة مهما كان برضو التمريرات كانت كثيرة والدقة 85% ولكن احنا يهمنا النتيجة طبعا الثلاث نقاط الزمالك 331 تمريرة بدقة 81% يعني الأهلي كانت متفوق في الاستحواز والتمريرات حتى التمريرات الطولية النهاردة كانت الدقة للنادي الأهلي وملاعبوا تمريرات طولية كبيرة جدا وإحنا شفناها بشكل كبير ولكن الدقة بتاعتهم وصلت لـ 37% يعني معظم الأرقام بتتضح حتى تفاق نادي الأهلي خاصة في الشوت الثاني بالنسبة لبقية الأرقام بتورينا الأهلي النهاردة من العرضيات 29 عرضية منهم 6 بشكل صحيح بدقة 21% عاز أقول حضرتك كان 17 عرضية بس منهم في الشوت الثاني وزي ما كابتن بلال والكاباتن كانوا بشرحوا طبعا كرصات كثيرة جدا بعدم وجود يعني كسافة عددية داخل منطقة الجزاء واستغلالها بشكل كبير أنا عاز أقول حضرتك إحنا من وقع الأهلي النهاردة الأهلي أحرز 23 هدف في الدوري في 11 مباراة منهم هدف أو 2 بس بالرأس يعني من العرضيات يعني فده نقطة برضو محتاجين نشتغل عليها ناحية الثانية الزمالي 5 كرصات فقط واحدة منهم بشكل صحيح المراوغات النهاردة يعني كانت بالنسبة للعشرة منهم 4 بشكل صحيح للزمالك بدقة 40% الأهلي كانت 9 واحدة منهم بشكل صحيح بدقة 11% تصديات حرس المرمى 3 لمصطفى شبير النهاردة تصدام أو شلهم بالنسبة للزمالك 1 فقط خسارة الكرة النهاردة الأهلي خسر الكرة 41 مرة الزمالك 39 مرة كسب الكرة واسترجاع الكرة 84 مقابل 97 شفنا تفوق شوية في انهم كانوا يسترجعوا الكرة 41 ده تحت ضغط ولا بصفة عامة؟ لا طبعا معظمهم تحت ضغط وفيه يعني النسبة الأكبر منهم اللي بتكلم بالنسبة الموية 85% تحت ضغط بالنسبة لنسبة لبقية النسب كانت بشكل عام يعني دي كده أشكال أو الشكل الفني رقميا للمباراة يعني في النهاية خسرنا ثلاث نقاط وده مش نهاية المطاقف لسه الدوري طويل جدا أنا عايز أقول لحضرتك النهاردة يعني نستعرض بعض الحالات اللي تبين إن إحنا كان عندنا فرصة كبيرة جدا ننهي اللقاء زي ما حضرتكم وكابتن شريف وكابتن عادل كلكم حضرتكم قلته يعني كان عندنا فرصة كبيرة جدا نحق فوز كبير ونأكد على الفوز يعني إحنا بتكلم على الضغط العالي اللي بنعمله هنا بقى نقف هنا كان عندنا فرصة إن هي تتلعب أفضل من كده في العمق يعني نقف عمر كمال يعني في أكتر من اوبشن في أكتر من إمكانية نقدر نهلعبها كابتن بالله كان دايما يقول أنا بس عزين يعني نقف عند عمر كمال تاني إن نركز أكتر في اللعب في العمق يعني ده الفاتحات الجاية يعني شوية نافويد اللعب على الأطراف بدا ما إحنا عندنا الإمكانية نحن نلعب في العمق تشكل خطورة أقل هنا في أكتر من إمكانية كانت ممكن تتلعب في الحالة ديت لو إحنا نحسيبها طبعا تشكل خطورة لو تلعبت بشكل أسرع من كده في العمق المودست حطم فراد ناحية تانية برضو لو كان برضو أفشت حرك كان ممكن يعمل ألأ برضو وكان إن هو يخلق عشوائية برضو في دفاع نادي الزمالك دي شكل الأول عاز أقول عادتك كان ممكن تترجم لفرصة أخطر وطبعا نحقق إنها مثلا هذا ده في شوط الأول على فكرة نكمل برضو إن نعرض بعض الحالات اللي هي بتعكس رقميا كان ممكن نحن فعلا نحقق يعني شكل أفضل من كده هنا برضو نفس الكلام عند كوكا لو كان ويف يعني نرجع برضو عند كوكا من أول يعني الكورة بالضبط هنا كباتن هنا في نص الملعب كان عنده الارتياحية انت راح ثلاثة على ثلاثة ثلاثة على ثلاثة وكان عنده يعني كل يتحكم في الكورة كنترول الكورة ويلعبها بشكل أفضل من كده للأسف يعني قدنا الفرصة إن هم قطعوا الكورة عملوا كان فيه فرصة زي ما شوفنا عايز أقول حضرتك إحنا بس اخترنا ثلاث أربع خمس كورات بالشكل ده عشان يعني برضو نفس الكلام هنا يعني نقف هنا عنده أفشا يعني ماشي نكمل نكمل الهجمة هتلاقي هنا فيه كان ممكن تتلعب بشكل أفضل برضو في النهاية تلعبت يعني كان فيه هنا تفوق عددي على الـ 18 من برة يعني الكورة تلعبت بشكل يعني ليس فيه الدقة العالية دي بعض فيه فرص كتيرة جدا إحنا حتى في الشوت التاني شفناها كان ممكن الكورة تتلعب بشكل أفضل من كده ولكن برضو يعني للأسف افتقدنا للدقة في اتخاذ القرار فيها في اللعب كان لعب جماعي وبدأت إن هي تتلعب بشكل يعني ليس فيه دقة الكاملة بس إحنا يعني كان فيه فرص تانية عشان الوقت كابتن أيمن بتورينا نفس الشكل شفناه زي لعبة كوكا زي لعبة عمر كمال عمر كمال لوحده في الشوت الأولاني مع مجهود كبير طبعا فيه 3-4 كورات بهذا الشكل كان ممكن إن هي تتلعب بشكل أفضل كان ولو يعني خلاص إحنا الموضوع انتهى الصفحة تأكد عندنا مشوار أفريكي بلا خسارة عندنا فرص كبيرة جدا فيه بإذن الله إن احنا نتخطى السمي فاينال تركيز جاي الدوري لسه طويل جدا فرق بنشوف الدوري الإنجليزي فيه طبعا يعني أكيد إخفاقات ولكن الفرق الكبيرة دائما بترجع بتشتغل على أخطائها ونقدر نشوف الأهلي بشكل أفضل في طرق جاية مرينا بعض المواقف زي دي وقعدنا منها لسه مازال المشوار طويل ولكن فيها عجب بتزعل لكن إن شاء الله نادي الأهلي قادر على عودة بإذن الله موجهات الدربي كابتن أيمن هي شوية اللي بتخلي واللي زعل أكتر الفرص واللي إحنا شفتها النهار وإننت قد تمه أيمن ومسيطر على شرط التاني ومستنين إن أنت تجيب المكسب يعني نادي الأهلي كان هو الأقرب ولكن قادر الله ما شاهد فعل إن شاء الله يعني نتعامل مع الأخطاء اللي حصلت النهاردة واللي حصلت المشوار اللي جاية بجدية وبتركيز أكتر عشان إحنا داخلين على معصة داخلين على الدور قبل النهائي صحيح مع فرقة مازمبي في مازمبي لا فرقة إله جدا وده نهائي كاس يعني قبل النهائي يعني كانه نهائي انت تكسب ماشين توصل إن شاء الله بإذن الله نهائي والخلاصة كابتن أيمن الخسارة في مباراة الدربي في الدوري وخاصة في أول لسه عشر حداشر مباراة قدامنا فرصة كبيرة جدا للتعويض للتعويض إن شاء الله أفضل من خسارة في الدربي في مباراة اللي هي النهائيات زي كاس والسوبر وده اللي احنا حمد الله حانا في آخر مباراة قادرين على التعويض إن شاء الله بإذن الله شكرا جزيلا يا باز ألفا للشكر شكرا جزيلا